عايز اخد برضو من كلام محمد توفيق على حسن استقبال بعثة النادي الاهلي زي ما شفنا هنا الاستقبال النادي الاهلي استقبل فريق الرجاء والمسؤولين والبعثة كلها هنا افضل استقبال برضو نفس الكلام هناك بعثة النادي الاهلي بيستقبلوها المسؤولين في الرجاء افضل استقبال وهي دي العلاقات الطيبة اللي دايما هتجمع ما بين المسؤولين في النادي الاهلي وفريق الرجاء وايضا جماهير النادي الاهلي وجماهير الرجاء وهي دي علاقة الحب والود اللي دايما هتجمع بينا وبين أشقائنا في المغرب السنة اللي فاتت أو السنة اللي قبلها النادي الأهلي راح وهناك يعني صعدنا من الوداد المغربي وكانت مباراة طيبة جدا والناس استقبلوها ونفس الكلام السنة دي وبرضو شافين السفير المصري سفير مصر بالمغرب لأستاذ ياسر عثمان وهو بيستقبل بعثة النادي الأهلي في مطار محمد الخامس يعني بنشكرهم شكرا جزيلا كل طاقم الصفارة وأيضا السفير الأستاذ ياسر عثمان يعني على حسن استقبال بعثة النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب اللي دوره مهم جدا دوره مهم جدا مع بعثة النادي الأهلي دايما في المباراة الصعبة والمباراة المهمة بنلاقي تواجد الكابتن محمود الخطيب شفناه قبل كده في مباراة الهلال السوداني وكان له دور مهم جدا شفناه في مباراة التراج في البطولة العشرة وكان له تواجد مهم جدا في مباراة سانداونز المباراة اللي كانت مرنا فيها بظروف صعبة وكان في ضغوط نفسية كبيرة على اللعيبة وكان وقتها متواجد وكان له دور مهم علشان كده دايما تواجد الكابتن محمود الخطيب مع بعثة النادي الأهلي ومع لعب النادي الأهلي بيكون لي مفعول السحر ان شاء الله يعني ده يكلل بالتوفيق توفير ربنا سعى وتعالى في الملعب وزي ما احنا شايفين برضو علاقة الكابتن محمود الخطيب هناك بالجماهير المغربية والمسؤولين المغربة ليه صداقات كبيرة جدا مع نجوم المغرب هناك فهو ده لها اجمعنا دايما ما بين الأهلي وما بين الرجال المغربي ما بين مصر وما بين دولة المغرب الشقيقة